اشتركوا في القناة حيث رابما باقدش في قريط أو لا سيخطو أنا ماتحكيتك مع الناس بزاف غير خديت الماستر وكلست في الدار مباشرة هاد الكلام موجه الناس اللي قالوا لي في تعالق انتي باليضة وش ق Storyah وتإدارت بيك القرية قد تعلمك العدالة واحد زائن واحد �تساوي causa ما từعالكش التحرميات والقوالب ولكن كما كان الحال الحمد لله حيث نية ديالي صافية كتحميني من بزاف الأمور اللي وقعت لي في حياتي أما الناس اللي قالوا لي انت يا كدابة هذه غير قصة جبتها من خيال لكن نقول لكم أنا ما غنستفد والو الحاجة الوحيدة اللي خلتني نعود جريبة ديالي أني بغى أن نبه الناس من هاد الشخص ومن ملايين اللي بحال هاد الشخص ودك شي اللي ما قدرت نديره من اللي تفضح على الأقل نفضحه به هاد الطريقة وأنا ما عندي حتى مشكل نعطي لأخي جمال صورة ديالو وأنا كانت تحمل كامل المسؤولية خذكم غير تعلموا من جريبتي أه وكاين اللي قالوا في الكومنتير باللي أنا طماعة الحمد لله أنا ما محتاجاش وعيش مع وليدي يا بحدي ما خصني خير لش غادي نطمع وأصلا خطيبي اللي التوفى الله يرحمه كان علاقة للحال ولكن كان راجل بمعنى الكلمة سبحان الله دائما الناس اللي مزيانين هي اللي كاتمشي علينا ما الحمد لله لكل حال داك المحتال من بعد من اللي سولت عليه كان في الأول قليل 33 عام وكما كنت قلت لكم في الفيديو السابق هو سبورتيف وأكتيف ما بينش عليه كبير بالزاف لدرجة عنده واربعات يالولاد والكبير فيهم قدي أنا صدمت صراحة من اللي عرفتها يعني القليلة غادي تكون عنده شي كدا واربعين عام هكاك اللي عرفت باللي هو كان في الخارج فعلا شحال هادي وكان مازال صغير شوية وتزوج بقورية وولد معها أربعات يالولاد ثلاثة يالولاد وبنيتا وكيدير المشاكل بزاف يمكن قاع إلا كان كيدربها ديك لارات به وردوا للمغرب وحيدوا لي هالوراق ويمكن قاع حتى هنا كان عنده صوابق حيث المصدر اللي خديت منه هاد المعلومات ما بغاش يقول لي يعني كل شي خاف وطبيعة الحال منحقه والديه كانوا توفى وشحال هادي وعاش محروم وكما كنت قلت لكم خوف خوري بقى اللي اعطاه بيت في السطح ساكن بوحده بلا والدين وبلا ولاد عفوان حتى ولاحا قدع لبناد ومات الضامر دياله ونتاج هاد الاحتيال والنصب الانسان عفوان الاسم دياله عبدالطيف وهو طويل وصمر شوية ما ضعيف ما غريد فور متو عادية وكيدير بزة في الكاسكت وبعد المرات كيلبس منطو طويل في الماغون القوي وصنع وصنعه من القدام ما زمينيش كانت يقول لي كيدير الفيكس ومن لي تنكون معا بار تليفون تقول لي راني عند الدونتيست لو كان يهدر معا وفي عود فهدرت بحالي لذي ما راه عاد خرج من الدونتيست و لكن ذك شيء كامل كان غير كذوب وتمتي لي فقط وقال لي بلي وقعت لي اكسيدون دو تخافاي لها في الخارج وتقاس من صبعه ذك شيء لاش عنده كونجي وقالت في المغرب سمحوا لي لطولت عليكم ولكن رابعات التفاصيل الصغيرة ممكن لا يعطيك إشارة وتفيقي وتعيقي إلا كنت تعيش نفس قستي أو ممكن مع نفس الشخص نيت الدنيا رها صغيرة وكما كنت خلت لكم رها كانت تقريبا بحال القصة تماما دست في مع الناس في برنامج مع الناس وقعت الدري انصبت عليه بنت بالعائلة ديالها كومكوا أنها سكنة في الخارج وبغى تديله الوراق وطلبت منه الفلوس قريبا شي يمكن وش خمسة المليون ولاش حال يدت لي بلد هب لي شرى الهاب لا مو نرجع القصة والهدف من هاد القصص مشي باش نسمع صافي ولكن هاد قصص واقعية كي خصنا نستفدوا منها ونبرتجوها مع الاصدقاء ديالنا ونطلبوا من الله السلامة والله يبعد علينا ولاد الحرام بزاف منكم قالوا دين مشي نديكلاري أنا والله مكرت ولكن والدي ما خلونيش خافوا علي راف ديك الأيام كلها كانوا متخوفين علي مستحيل أني نخرج بحدي والحمد مع الوقت عاد باش نسأ شوية والله سمح لنا من الوالدين احنا عائلة بعيدة على الصداع ومبغينا مشاكل واللي دار شي حاجة خيبة الله يسمح لي والله يبعد علينا وعليكم وعلى أمة محمد أولاد الحرام عادي من الضامير شفت في التعليق بنات شاكين في نفس هات شي وبغين يتأكده حولي شكت في شي شخص بحل هذا وبغا تأكد مرحبة غير تخلي النمير والتليفون ديالها في كومنتير وانا نتواصل معها بكل فرح المهم ما تبقاش غفلة حتى يوصل الهدف دياله كين بزاف ديال أمور ما تكرتهاش أعطيت فقط الوقائع المهمة لنوصيكم ما تدرو تيقاف حتى شي واحد لا في الصحابات لا في الناس اللي كت تصدفوهم في حياتكم ولا إله إلا محمد رسول الله ومع السلامة ونقطة واحدة أخرى دو يعني الأخوات زياله اللي تلاقيت بهم كانوا ناس عاديين ساد يعني خلوني نرتاح لهم خلوني فانتي يعني هو قال يبلي جوج اللي إخوات تشقاق وحدة غير مربين ها وكينا معهم بنت ختوني جابوها حتى هي كبيرة كنت كات خرف تزيال هات شي اللي قالوا لي والله أعلم مو ما نبغيت كم غير تفيقو تعيقو وكيما قدت لكم اللي بغا تسول على شي حاجة مرحبا وألف مرحبا يلا مع السلامة خليتكم في أمان الله مرحبا